خبر آخر جاء في ذات الصحيفة مشاهدين وفي تفاصيله تورد الصحيفة نقل رئيس التشريع والعدل بالإنابة بالبرلمان أزهري ودعط الله عن النائب العام محمد عمر كشفه ارتفاع قتل الاحتجاجات التي انتظمت البلاد إلى 31 شخصا فيما تقول قوى سياسية ومنظمات حقوقية إن هناك ملاء يقل عن خمسين قتيلا وقال أزهري في تصريح صحفي يوم الاثنين إن اللجنة عقدت اجتماعا مع النائب العام قدم فيه الأخير تقريرا لأعضاء اللجنة حول الاحتجاجات وأشار إلى أن النائب العام أكد لهم حرصه على العدالة في كل القضايا واستدل بتقديمه ملاحظات حول التعامل مع المحتجين وأكد استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية حول قتل الاحتجاجات